موسيقى اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ابشر والذي يعرض على قناة الايام المباركة ما زلنا في وسط تحديدا قرب سدة الكوت في منطقة البدري مشاهد كرامه ايضا هموم اخرى ومآسي اخرى ومرشحين ايضا وبالتالي راح نحاول جهد الامكان انه نصلت الضوء على هذه المنطقة اللي بيها تقريبا اكثر من عشرة الاف اسرة ونشوف شنو وضعهم شنو عدهم ماي ما عدهم ماي شون مشين امورهم بالزراعة شون ماشي الامور هنانا وايضا نلتقي بمرشح ونشوف ليش وهو تربوي ونشوف ليش رشح نفس الانتخابات مجالس المحافظات ونشوف شنو آلياته طموحه آماله ش يريد يسويه بس قبل ما نبدي بالحلقة تشوفون هذا الشارع الرئيسي اللي قريبا من السيطرة تشوفوها لهاي السيطرة يمكن اسمها سيطرة البسروقية مباشرة على ايدكم اليسرة تدخلون بهذا الشارع الى نهايته شوفوا باهم هذا وضع الشارع كل ليته تشوفوا بالبدايش زين مبلط وبعدين تبدي التخسفات وهي مسألة التخسفات موجودة مو بس هنانة بواسط حتى في بغداد وخاصة في المناطق القريبة من المجسرات يفرق الشارع ليش يفرق الشارع ما دافني بشكل صحيح المفروض اكو جلمود واكو صبة وبعدين يجي الزفت وهي الامور المهندسين اللي هم يعرفوها وجماعة الطرق والجسور وهي اي سيارة ناصية ما رد اذكر انواعها بس اي سيارة ناصية طخ وكل ما الطخ السائق من حير شي يقول ما يعرف وين يروح وورا يدق لهورين يلا اطلع مننا اما مننا وذاك يقول له مدري شنو وهي هاي طسيش لازم عليه كيف طبعا حتى في بغداد تحديدا اكو وراح اسوي حلقات ان شاء الله هناك على مجسرات موجودة والله حقيقة تنعب بالله العظيم لما انتشوفون اكو فد ثورة على الوضع المزري الموجود في بغداد والمحافظات العراقية ويوجد محاولات لإعادة اعمار بغداد والمحافظات الاخرى وحسب الامكانيات المتوفرة ولكن بعد عدنا شوارع لحد الان تباوعها كلها تخسفات ووضعها مزري بصراحة ما على اسف بس ان شاء الله اوعدكم اسوي حلقة ان شاء الله حلقاتها مو بس يتش ونروح على الاشخاص يا والله يساعدك شوانك حبيب شوان صحب مرتاح ان شاء الله الله يسلم انا شفتك يعني وقلت لك ممكن اسوي لقاء اياك وحقيقة يعني اتشرف بك الله يسلم اي والله انسان طيب وشريف وعصامي حياتكم الله دي عرف نفسك للسادة المشاهدين انا المواطن موظف خدمة مدرسة عبي الرحمة رهيف رعد مجلي انعاني احنا عدنا هذا الشارع يعني عدنا هاشف الشارع شوان طلساتة زيان وعدنا طلاب يجون مسافة 30 كيلو 30 كيلو من هناك من هناك يجون للمدرسة يعني الشارع اصل ما ينقبل ما ينمشي يعني بعض السواقي يفضلي مش على التراب يعني حفر ما ينمشي الشارع مو مشكلة انت اريدك بضضبطه تقول لي شنو طبيعة عملك طبعا احنا نشرف اي نشرف فيك وانت اخونا اياكم الله وندعمك اياكم الله اي انسان طيب من بي ذاكم زيان يعني شنو موظف خدمة اعني يعني موظف خدمة انا في المدرسة اوقف الباب الشغلات الادارية نقوم بيها اي زيان اي شقد راتبك 465 يكفيك والله ما يكفيني انا هسا شوفوا حاشيك اي ارجع من البيض ما اقد اروح اجمع كناتي نالون واطلع على باب الله يعني 45 سنو ما يكفل لي اه فاحنا نطالب يسلم الرواتب اي هذة يعني هم ديقولون على اساس انهو راح يصير تغيير ان شاء الله يسلم الرواتب ان شاء الله ويرتفع الرواتب ان شاء الله يا رب اي وعدنا موضوع استان استاد عندنا هذه مدرسة ثلاثية قبل المدرسة الثلاثية تلم كارتونات اي والله شوان هاي الكارتونات شوان تلمها شقد تسوي والله بالسبوع او بالسبوع مرتين ابي احنا احنا اصل ل 10-15 اطال البانزين شوال شقدر المفروض يعني بوزن هنا ذنية اي اي والله مرات كيلو مية وخمسون مرات بثمانين مرات بسبعين اه مثل الدولار ساعد ونازم اوزين هاي وين تفتر يعني حتى تفتر والله بالمنطقة بالزوارجات انا بالزوارجات بالزنابرا اي بالزنابرا اي اي بالزنابرا اي بزنابرا حريمة منها زنابرا والله هي بيتها بس الشط بس انا لازم افتر فره كاملة اه احنا طالب جسر هنا على ساك تسووني اي والحد الان ماكو ممسوي ممسوي عالغراف هناك اي 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 عالغراف هنا يسا لازم يسووني زين وبالتالي انت موظف خدمة اي ان شاء زين ووضع المدرسة زين لو مو زين والله الحمد لله زين بس احنا نعان من الدوام طريق وعند المدرسين يعني المدرس يجي من المسافة ويدلت جهد اي ويدرس اي اذا انت من خلال عملك اللي احنا نشرف به الله يسمك واخونا انت اي اي تنصح المسؤولين مثلاً، شي سوون لهذه المنطقة؟ والله أول، نحن نريد مدارس يعني، يعني هزا عشتفاية، شون الضحاب للمدرسة؟ المدرسة هناك عدها والحضرة ومعاتها ما قابلة مدرسة لكم شسم هنا؟ نحن عبيل الرحمة عبيل الرحمة، بيها ثلاث دوامات؟ ثلاث دوامات والله بيها متوسطة واثنين بدايات؟ اي، اي، ثلاث دوامات، بساطة تدائية شو المعزولة؟ لا، نحن متوسطة من 8 إلى 11 من 8 إلى 11؟ اي، بعدين يجون من 11 إلى سنتين، بعدين من سنتين إلى الخمسة للساعات، للساعات؟ للساعات، الشي سواء، الطالب، يعني ما يلحق، المدرس ما يلحق، يعني الطالب ما يستهم، يعني ما يستوعب، الموضوع ما يستوعب يعني الدرس نص عشر يلحق، ما يلحق إذا قفت مدرستين ثلاثة؟ والله يا ريت تترتب الأموة؟ اي، نحن عدنا مدرسة هناك، لسبعتها ما الحضران ما كاملنا محاملة اي، شو هي لي قدام؟ بعد شتي تقول؟ والله إحنا نطالب تربية هذا الشارع، والمدرسة، وريد عندنا نقص تقاعد بملك إجار؟ لا، والله بعقود عقد الزراعي، اي والله، نطالب حتى لحد الآن كتب عندنا نقص ماكم، طالب التربية كتب يعني ما بيها، نقص وعندها طبية هذا الشارع تدرسة بيها كهرباء مولدة؟ اي، اي، عندنا مولدة وكهرباء بيها، الحمد لله بيها، اي موجودة، عندنا تشتغل مثل كهرباء أو لا؟ أين نشغلها؟ أين نشغلها؟ يعني من نحتاجها نشغلها، مو داعا بس للمدير؟ لا، والله للمدرسة كلهم عافية عندنا شغلات مثل طبع أو شغلات عافية طعا، شو تقول؟ والله قلت لك، نريد الشارع هذا عندنا الشارع مثل 30 كيلو، 40 كيلو، قلت لقد طلاب 30 كيلو يجي قطيئة يعني بالمطر ما يقدر يجي هل ماكو مثلاً خطوط، كيار، أمانة؟ لا، أكو خطوط أستان ماكو خطوط؟ والله طالب 25-30 كيلو، مو نسغل بس يترس، هترس ايه، قلت لك، عندنا طلاب يجيون 30 كيلو يمشون يعني شعار التبليط هذا، أصلاً ما ينمشي ويجي بالمطار، وبالبريد، محمد كيش هاي ستوتا ماتك، شون؟ والله الحمد لله دي شغلها وروح الله بي الله يسلم شغلها يروح بس أهم شي سلم، فدوة إن شاء الله سلم، فدوة إن شاء الله سلم، إن شاء الله يعدلوا ويرتبوا إن شاء الله، اخترس، لم أدرك، أحسن أعطني، إن إن شاءً بإمكاني وفدوة نتشرف بي، فدوة نتشرف بي، إن شاء الله يسلم، استعمل من كل شيء، عاشكم الله كيف تعمل من سوف تعمل كيف تعمل من سوف تعمل؟ كيف تعمل؟ يالله، شوى بيه ان شاء الله، نتشرف تعمل من دوة انا، تتوكل بيه المنا levels تقرأ هياكم، الله سلم هياكم، نأه ها هي تعاليتي هاح مشاهدين الكرام هذا العراقي هالشكل في بلد امكانيته المالية انفجارية والله وعنده طاقات وامكانيات بالأخير وراء الدوام ستوته يشتغل ليش حتى يقول 425 أو 450 أو 4455 متكفيني وفعلا متكفي وبالتالي يشتغل يجمع كاراتين ويطلع وراء الدوام يبيعها سبع بس هو من تباوه هذا كل استنزاف العمره والصحته والوجوده وعائلته خطأ كبير هذا على كله عندنا مرشح اريد اعرفكم عليه هذا المرشح هو تربوي اريد نشوف ليش رشح نفسه الانتخابات مجالس المحافظات السلام عليكم استاذ شونك عيني شون صحة مرتاح ان شاء الله الله يخليك فاتت سيارة من يمنى قالك ان شاء الله الاول هذا قرائب اكله عرفه اكله شنو من المنطقة نعم يردوك تفوز ان شاء الله عرفنا بنفسك الاستاذ المساعد الدكتور غاز انطشر حمزة البدري منطقة البدرية تسلسل تسلسل 17 قائمة 143 ليش رشحت نفسك اولا رشحنا نفسنا نصرة للمظلومين هذه المنطقة منكوبة منطقة ادارة المحافظة ومجلس المحافظة السابق والمحافظ لم يعيروا اهتماما لهذه المنطقة هذه المنطقة منكوبة كل النواحي يعني انتم شفتم باما عينكم الشارع شون الشارع هذا بش اسمه المدارس المدرسة بيها ثلاث دوامات عشرين دقيقة الطالب لا يستطيع ان يهضم المادة والمدرس والمعلم لا يستطيع ان يوصل للمادة العلمية الى الطالب مدارس يعني قليل اهنانا منطقة منكوبة لا شارع لا خدمات حتى البلدية هذه المنطقة دخلت ضمن حدود البلدية ولكن المنطقة لا حتى سيارات بلدية ما توصلها دخلت ضمن حدود البلدية مال منه؟ مركز المحافظة الكوت نعم انا استاذ تدريسي في تربية واسط وعضو بلجنة الترقيات العلمية انا اتدرس هنا بالعريف؟ ادرس في متوسطة عبير الرحمة ادرس اللغة العربية ممتاز نعم وبالتالي شنو وضعهم العلمي؟ وضع استيعابهم للمادة العربي صعب مو؟ العربي صعب والوقت ما يسعف المدرس او المعلم ييصال للمادة العلمية العربي صعب لو الاساتذة اللي يدرسون العربي ما يعرفون يدرسون محتراماتي لك يعني والله الاساتذة يعني التدريس بدأ ينحو نحو الهاوية نظرا لانه بقى الشهادات من شهادات العليا الدكتورة او الماجستير بدأت يجيبوها من الخارج ويجيبوها استلمون مناصب هما ما هضمين المادة العلمية فلا يستطيعون ايصال المادة العلمية للطالب والحل شون رأيه؟ الحل هو ان تكون المركزية للحكومة وحتى المدارس الاهلية والجامعات الاهلية تكون باشراف ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية ودورات تقوية ودورات تأهيل للمعلمين والمدرسين وحتى يجيبون شهادات علمية مفروض يخضعون الى اختبارات علمية حتى يبينون الصالح من الغير الصالح هذا يجب ان يكون بجامعات العالمية جامعات في اوروبا حتى الكليات والمدارس الاهلية هذه تخضع على قضانين حكوماتهم وممكن انه الجامعة او المدرسة الاهلية هذه يكون استافمالتها من وزارات الحكومية التعليم العالي او التربية وهو ياخذ اموال عادي بالنسبة له اما انه يجيب يعني اي واحد يجيبه جاب شهادة وخلاه يدرس هذا ما يستطيع يوصل للمادة العلمية للطالب حضرتك اسم من الدرس كم دقيقة؟ 25 دقيقة بينما الدرس الحكومي 45 دقيقة مفترض مفترض انه 45 دقيقة نوام طبيعي طبيعي ولكن لان قليل المدارس ممكن هال 25 دقيقة تشرح لنا والاستاذ المشاهدين شون تتجزئه حتى توصل المادة لموضوع معين طبعا الوقت ما يسعف المعلم ولا المدرس مو دفاعا عن المعلم والمدرس اختارفض موضوع معين نعم اختارفض موضوع معين شنو عندك بالمنهج مثلا مثلا عندنا الميزان الصرفي الميزان الصرفي نعلم الطالب في المرحلة المتوسطة كيفية وزن الكلمات نعلم الحرف الاول قابل الفا والحرف الثاني قابل العين والحرف الثالث قابل اللام ونبدأ بشرح المادة نبدأ بشرح المادة للطالب الطالب تعرف انت اهل الاختصاص يعرفون او انت ما عندك دراية مادة الصف الثالث المتوسط هي مادة صرفية يعني هم مكاتبين قواعد اللغة العربية قواعد اللغة العربية مفروض قواعد اللغة العربية بها نحو بها صرف يعني مادة شاملة لكن هم مناهج 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 تربية خلا فقط مادة الصرف في الصف الثالث هذا مفروض انه يكون الكل اساسيات من الابتدائية يعني تعلم شون تعلم الطالب حروف بالبداية تعلم الارقام بالبداية بالابتدائية ما عنده اساسيين ما عنده اساسيين يبقى الطالب يبقى مقدرة المعلم او هذا التدريسي في ايصال المادة العلمية ومواظبة الطالب صلات فتك هيك حالات اكو اساسهم موزين شون تعاملتوا ايهم نتعاملوا ايهم احنا نحاول نركز عليهم بالكتابة بعادة المادة لهم مرة مرتين ثلاث مرات واحنا دائما نأكد على خصوصا نخلونا احنا حملت الشهادات احنا الراقب ذول حملت تعيين جديد الراقب هم نعلمهم شون تدرس شون تسعب الطالب شون اذا حركة عد الطالب يعني ما داخلين دورات الطالب اشتعتبر نفسك شخصية متعاونة لو شخصية يعني لان انت تعبت على نفسك بالدراسة وكذا وصلت مراحل متقدمة بالعلم بالتالي انت يعني اليك فجة استعيلك الخاصة اللي لربما يؤخذ عليك ان انت مو متعاون مثلا انا بالنسبة لي كشخصي انا بالنسبة لي اعتبر نفسي خادم لا اخذت هستاذ مساعد دكتور وانا ان شاء الله شهر السادس اخذ البروف انا بالنسبة لي سواء كان بالزراعة اتعاون معنا تاخذ البروف بشنو؟ باختصاصي باختصاص اللغة العربية عن اي موضوع يعني؟ انا موضوع موضوعات نحن ما بعد الدكتوراه قدم بحوث اربع بحوث تاخذ مرتبة الاستاذ المساعد اول مرة مدرس بعدين مدرس مساعد بعدين مدرس وبعدين استاذ مساعد وبعدين بروف احنا بالنسبة لي لا اتعالى على الناس واتعامل مع الناس كأنما انا شخص منعتهم واحد منعتهم الناس تعرفني منطقتي لا انا اتعلى عليهم باعتباري انا استاذ مساعد دكتور ولا هار انا اتعامل مع ابسط انسان بالمنطقة ليش؟ انه اعتبر نفسي انسان مع هاي المناصب والالقاب زائلة امام الله سبحانه وتعالى احنا بالنسبة لي نريد نخدم الناس انا بالنسبة لي هسا مني جيه ترشحت المجلس المحافظة ما محتاجاني انا راتبي خير من الله استاذ مساعد عندي املاك رايح البيت الله هذني كله عندي انا بالنسبة لي عندي اموال بس انا اشوف المنطقة هذه المنطقة ولا عشرين مرة رحنا على هذا الشارع ما هتسوى انه المدارس عشرين مرة ثلاثين مرة رحنا على المدارس ما هكو اكتظاف بها يعني خمسمائة طالب شون يوصل مادة وساحتها قليلة مدرسة على اساس كانت تصير هنا ناصر المدرسة فما خلوا المدرسة هنا ودوها هناك طلاب ثلاثين كيلومتر يجي اكو شوارع قديمة شوارع مبلطة قديمة ما عادوا تأهيل الشوارع بالتالي بالتالي احنا نحاول النهوف بهذه المنطقة نهل الشوارع نبني مدرسة ثانية يعني اغلب الطلبة اللي هم رسبة وراحول المسائية بطلوا بنات توصل لمرحلة المتوسطة وتبطل لانه ماكو اعدادية هنا ايه ايه والحل؟ الحل هو انه نحاول جهد الامكان نسعى لبناء اعدادية للبنين والبنات يعني تصور انت عندك ثلاث اولاد او ثلاث بنات وتدفع لك اجره يعني كل واحد ميتين الاف امنيين تجيب انته اذا هو فلاح والفلاح محارب الفلاح المياه بالنسبة للمياه محاربين بالنسبة لهم يعني اثنين وثلاثين عقد هنا ينطونها ساعتين شون يوصل للموي بينما بعض الجهات المتنفذة عدها ستة الاف دونم سبعة الاف دونم تاخذ موي وحتى حمايات عدهم هسا يعني لست تطلع بهذا الطريق توصل للموفقية وشوف هاذا امامك هاي القوة راحة تلمن راحة راحة تشيل الماطورات ما للناس تشيل الماطورات ما للناس اللي تزقي ارضها الناس اللي ياخذون الموي من نانا يانا من نهر الرحمة يطلع ال الالديوانية وكوهجهات متنفذة ،Os然后 يأخذ الموي قبل هناك لا يضطين لمنطقة البسروقية. ولا منطقة الدالمج الدالمج هي هي يعني سلة العراق بالنسبة للحنطة والشعير ومحاربة هاسا المنطقة يعني ان RAMSAY على كل التوفيق شكرك على كل هذا المعلومات رسالتك الأخيرة للمواطني اللي المفروض يطلع ي superheroes 2018 رسالتي للمواطن وخصوصا هذه المنطقة أنه لا تذهب مع الجهات اللي جاءت في هذا اليوم في هذا اليوم يعني هذا اليوم اللي هو يعني بأيام الانتخابات تجي سو شارع يجيب لك سبيس أو ينطيك حصة تموينية أو يشتريك تعال انطيني بطاقتك بكذا مبلغ وتعال أنا أجيتك أنا إذا صار لك سنة صار لك ثلاث سنوات أربعة سنوات أنت وين شنيت عن المواطن أنت يعني أنت مسوي فضل عليه ذبل السبيسات مسوي فضل عليه سوي لعمود مالكهرباء منطقة منكوبة منطقة محد مشايفة يعني كل مناطق المحافظة وكل أرياف وكل نقاط الريف شافتها المحافظة وشافتها أعضاء المجلس المحافظة ومجلس النواب لكن هذه المنطقة وتشوفها بعينك يعني مدرسة للدوامات شارع مهشم مفلش وناس تعبانة كهرباء معدها إسالة الموي ينتظرون لما تجين انتخابات يلا فتحونها هذه الإسالة الموي أربعمائة دفع مالتها ينتظرون لما تجين انتخابات يلا فتحون الموي أنا أشكرك جدا أشكرك جدا ومنها لكل التوفيق أستاذ وأيضا أنتم مشاهد الكرام تذرونا بعد هذا الفاصل أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام مثل ما تشوفونا نحن انتقلنا إلى مكان آخر هذا الشارع اللي تشوفوه هسه يربط بين تقاطع الموفقية وناحية واسط منذ يجي جاه وبهذا الطريق لأنه هو يعتبر بعيد عن المدينة مختاري أنه يكون طمر صحي طمر صحي بس ما أعرف هو هيتش طمر الصحي يعني يكون وبهالطريقة هاي تجي سيارات كبار تقلب حمل مالتها بهالطريقة هاي وبعد فترة مادر من يحرقها وظل تشتعل وهذا كله تلوث مثل ما تشوفون مشاهدين الكرام تشوفون هذا الدخان هذا 24 ساعة وهذا هذا وضع والله شنو حتى الاقوام لا تصير هواي تصير أقل وما أسأل في الكم الريحة تذبح ودهتشوفون يعني خلي نركز هنا شوي على هذا الكم ونشوف انه هو بزجاج وطالة مال سيفين وويبسي معروف شنو كذا وكل الأشياء اللي يمكن إعادة تدويرها من جديد مع الأسف ما أدر هي هاي الطريقة الصحيحة والمثلة للتعامل مع النفايات بهالشكل هاذا لو هنانا مال دجاج وريش يعني أصواف مال غنم زين المسؤول عن هذا الموضوع على اعتبار أنه هي قطاعات وكن قطاع إلى شخص خلينا عني مدير عام ما نقول وزير مدير عام وكيل معاوم مدير عام رئيس بلدية تمام تحرك نفسه من مكانه وإيجا شافش دي يصير هنا مثلا أو جاب لجنة مثلا من الجهات المختصة من الصحة وقال نسبة التلوث أو الأضرار اللي دا تطلع من هاي المنطقة لأن هي منطقة يعني شوية تقريبا ثلاث كيلوات عن التقاطع ما الموفقية فما حد يجي وما حد يفوت هنا وخلصونا من الزوالة مثل ما يقولون خلصونا وحرقوها هناك واه يا والله كريم وبعدين تندفن هاي يجي مونشفل وتندفن وهكذا مو هيج مو هيج كل دول العالم تستفاد من النفايات مانتها بطريقة واخرى بس احنا طبعا نريحة شوية قوية مشاهد الكرام فتمر وايقوا يعني هالسيدة لا سمح الله إذا إجا واحد هنانه ها جايب له واحد يريد يكتله يدبح هنا ويروحه محل ما يدري تمام لو مو تمام زغير أكو مثلين فد سيطرة شرطة اتحادية هنا هنا مثلين بل من قطعة الى متى الى متى نبقى بهاي الطريقة نفكر الطريقة السلبية الجامدة الكسولة اللي ما بيها اي منجز الى متى زين اكو شغلة ثانية هاي 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 المناظر يعني اكيد لازم المفروض اكو فهد مسؤول ييجي يباوع يقول يابا هاي النفايات وينده تذبوها وينده تودوها ما للمناطق ما للمعامل ما للمحلات اكو من آلية صحيحة الهي ما عرف وهذا يذبها على هذا وينده تذبها وهذا يقول هاي وينطلعون بالتلفزيون يقولون يابا هذا الدخان سام قاتل اضرارة كبيرة هذا الدخان اده تشوفوه من هي نفايات وبلاستيك وموات كلها سامة مؤذية وما اكو حل ويحشون يقولون وهيشون يروحون وسوون دورات واجتماعات وما در شنو وكذا وما اكو حل وهذا الواقع ما انه موجود في كل مكان ترى مو بس بواسط في بغداد واغلب المحافظات على كل اكو شخصية ايضا مرشح الانتخابات مجالس المحافظات واريد اعرفكم عليها واريد نشوف شنو عنده حال ما عنده حال احنا نعتذر منك ونساعد المشاهدين لان هذا واقعنا موجود مو بس بواسط في اغلب المناطق واقع مر صحيح في العراق وبالتالي ما اتشنو الحلول الى متى نبقى احنا بهالمحزل هاي كل ساة تجي سيارة تشمر هنا ما لا تنحمل وترجع مرة تانية يتحمل وترجع هنا ويحرقون الزوالها هاي وهكذا الى متى اول مرة عرفنا من نفسك بسم الله الرحمن الرحيم اني المرشح الامجلس محافظة واسط السيد جابر مهدي جابر مطر أبرغيف تسلق قائمة 143 افشر يا عراق تسلسل 13 احنا نشرف بكم في مدينة الصحابي في مدينة التابعي الجليل السعيدي من الجويل رضوان الله علي نشرف بي بالتالي ما عرف هسا دا تشوف احنا وين واقفين وشنو رأيك باللي دا يصير والله سيدنا هي هاي الامور يعني صراحة في داخل المحافلة خلال هالسنتين ثلاثة صحيح صار اكو عمران وصار اكو بنا تحتية وصار بنا تحتية صحيح بالمستوى يعني نقول فوق الوسط بس لكن اكو هناك مشاريع لازم ان تكون متوازية ويا من ويا هاي المشاريع تشوفوا المشاركة ناو تجي تكون مشاريع موازية لهذه المشاريع بسبب اولا مثلا الزيادة الزخم السكاني في المحافلة اثنيا انه التطور التقني والصناعي ثلاثة اتساع البناء هذا طبعا يولد الى انه شنو راح يولد راح يولدنه انه شنو راح يولدنه انه تكون نسبة النفايات بكميات كبيرة جدا وهذه الكميات منها سائلة ومنها صلبة ومنها زجاجية هذه كلية شنو اخشاب كلية اخشاب وحديد اجل لكم حتى جلود مع الحيوانات مع المصلخ مع المصلخ لانهو المصلخ مع الملحي مع مدزرات مع الملحي كل شكريبه عليها هناك في هاي المنطقة كلية هي تنتذب هاي النفايات كلية تنتذبه في هذا المكان وهذا المكان تشوفون هاي السيارات تجي تنقل وتذب هنا بهاي المنطقة من هذا الشي نلاحظ شنو هذا شوفوا شي راح يسببنه مننا احنا في قضاء الحي المعامل الموجودة على طريق الموفقية حي معامل مطابوق معامل مطابوق ومننا هذي اللي تشوفوها هاي النفايات اللي تم حركها بهذه الطريقة بهذا المكان وبهاي الطريقة نعم وتشوفون الدخان هذا الدخان كلية عبارة عن شنو عن غازات سامة يعني هنا مننا طريق عام مننا سيارات مننا قد يكون طلاب مدارس المدارس القروية معلمين مدرسين واذا تشوفون مسافة اللي هناك هناك بعض المنازل القريبة تقريبا ذاك المنازل إذا تشوفوها هناك بعض المنازل جدا قريبة على هذه هذه راح تشي سببنه احتياده راح تسببنه كثير من الأمراض وخاصة إحنا بعد الإصابة في مرض كارونة سببنه حساسية في جهاز التنفسي مناعة ومن ضعفة مناعة همينة همينة ضعفة بنفس الوقت لذلك شيء يأدي هذا هذا يأدي إلى تسمم الأطفال إلى تسمم العوائل إلى ضيق التنفس اللي يصير عد الناس اللي أصيبت بهذا بمرض كارونة زين والحل شنو برأيك؟ الحل إنه إقامة معامل للتدوير إقامة معامل للتدوير هاي المعامل للتدوير إنه قبلها لازم ش تكون هناك ثقافة عد المواطن الثقافة إنه ش يسوي لازم يقسم هاي النفايات مالته الزجاجية مثلا البلدية تعد البلدية لازم ش تعد البلدية لازم تعد مثلا أماكن للنفايات للزجادية أماكن للنحديد للخشب للمواد الفضلات من المواد الغذائية هاي كل يأتي شنوه كل يأتي شنوه كون لازم تقسم حسب شنوه حسب أكياس حسب علب أو حسب هالي حتى يقدرون يستفادهم من أدها حتى ممكن إنه يستفاد من أدها تدويرها إحنا عدنا صراحة عدنا موجود يقول إنه الطن الواحد الطن الواحد من الكارتون تستطيع أن تحافظ على سبعة عشر شجرة الطن الواحد من الكارتون هذا اللي يجمع بدل ما يطلف هنا بالجسم راح تستفاد إنه عدم شنوه ليش لإنه ينتج طاقة هذا الكارتون شنوه ينتج طاقة هاي الطاقة تستفاد إن استفاد من أدها كذلك يقول علبة الزجاج علبة الزجال تنتج طاقة طاقة تشغل قلوب مئة واط لمدة أربع ساعات حالة شنوه علبة الألمنيوم علبة الأليمون الوحدة الزغيرة راح شه تنتج لك راح تنتج لك طاقة هاي الطاقة الكهربائية تشغل جهاز التلفزيون لمدة ثلاث ساعات هاي طبعا بطريقة بحثية علمية مو يعني حتي احتباطي هيتشي أو هذا لا وإنما طريقة علمية مدروسة ضمن اختصاصات خاص بالتالي أنه أنت بالتالي أنه إحنا يجب أنه إلى جانب البنى التحتية إلى جانب التبليط إلى جانب القضايا الأخرى المستشفيات مدارس ما أدري شنوه لازم ننظر إلى هاي الجهة وهذه هي جهة ضرورية جدا ضرورية جدا بس إحنا عدنا مشكلة أخرى أستاذ نقدر نتمشى أساتذ أنه منازح ما عليكم أيوة عدنا مشكلة أخرى اللي هي مسألة أنه ثقافة المواطن اليوم أيضا يعني مع الأسف يعني اللي نشوفها من خلال متابعتنا من خلال عملنا من خلال ذهابنا إيابنا نشوف الناس ما مكترت هالموضوع النظافة يعني مثلا هاي العربات المخصصة لوضع الأكياس ما اللي نفايات ما كون أصلا ما يخليها بهاي العربة يشمرها هاي إذا أكو عربة زيان هاي شغلة شغلة ثانية يمشي بالسيارة يمشي بالسيارة يفتح الجامعة المهم سيارتها نظيفة والشارعة يصير وسخ ما عنده مشكلة بهذا الموضوع يشمر الكينيكس يشمر القواطمة البطل المي أي شي يشوف شنو بقايا أكل بالعلاقة يشمرها هاي مشكلة اليوم عدنا ثقافة دخيلة على مجتمعنا العراقي وبالتالي ما أعرف يعني هاي منه ينمي هذا الشعور من جديد عد المواطن العراقي أنه بعد لا ترمل أو سخب هاي الطريقة المتخلفة فعلا أنه على المواطن بما أنه هو يريد خدمات من الدولة مقابلها يكون هو شنو جزء من هذا الوطن يجب أن يكون عنده شنو يجب أن يكون عنده إلمام إلمام بالوضع الصحي إلمام بالوضع الثقافي يعني أنه آني من جاي أرمي هاي النفايات أكون أماكن مخصصة موجودة عرافة شون أنا مثلا أدز الطفل مالتي أو أدزة لازم أعلمه العائلة لازم تعلم هذا الطفل تقل له بابا أنت من تروح ترمي هاي النفايات ارميها بالمكان المخصص إليه لا ترميها بصف الجسم بالإضافة إلى ذلك أنه طالبنا تلاميذنا أنه يجب أن يكون هناك درس خاص أنه نعلمه نهذبه أنه شنو أنه شنو يحافظ على نظافة مدينته يحافظ على نظافة محافظته يحافظ على نظافة شارعة أنه يجب أن تكون هناك ثقافة وإلمام كامل بما أنه يسبب هاي شنو تسبب هاي النفايات فضل خليكم ويانا مشاهدين الكرام حتى نسأل الأخوة نانا جزاهم الله الفقر وكفوا حتى نسألهم السلام عليكم شونكم عيوني شون الصحة مرتاحين إن شاء الله الله يخليك الله يحفظك مرحبا شونك إن شاء الله صحة شونك إن شاء الله صحة الله يخليك يابا أريد بس نسألك أول مرة هذا الشوء تعتبر طمر صحي شونو يعني برأيك؟ إحنا نبلغينا طمر صحي حسب دائرتنا إزيان قال لكم شو أمروا النفايات هنا؟ إيه أمه مسحوه هذ الحدود رسموها أنه أمه مسحوه أمه مسحوه دائر مدائر إيه وقام ما يستوعب من ترس قلنا نذبي إحنا على الشارع نذبي إحنا كله وارا وتشتعل إيه أهل من يحرقها؟ هيا مشتعلة ثقائيا واحد لا تشتعل؟ لا هي بالبداية لازم أحد شاعلها وبوقت ما تطفى بعد هاي ما تطفى؟ نعرف الدهية نفايات يعني كارتون أو صار أنا دخان على مسامعكم هذا يعني صحي؟ لا سموم مليون بالمئة سموم أنا شخصيا ما أقبل بيها مثلا ما تقدر تقول للشخص العلم اللي عندك المسؤول يا بيترا يوجد دخان ده يشتعل وكذا وهي يدرون يدرون بين فترة وفترة ذول أكم مراقبين يجي المدير هنا شوفهم يجي يجي يعني هذا المنظر مساحات شاسعة كل هاي شي اغزاز وصاخة لا ما نقبول نهائيا مسئل مفروض من الدولة تصرف تلقائي لازم سويلها في صورة حل يعني ما يصير يجي ما يصير هايش نهائيا تعال هنا أبلز لازم في الصورة حل صورة بديلة يعني هاي الدول انت برأيك انت من خلال عملك صالك شقدت تشغل بها شربة صال 14 سنة حاليا ما في ديوم ما فكرت يعني في الطريقة مثلا إنه لازم واحد يستفاد من شنو الطريقة يعني لازم يجيب لك معامل تدوير معافية حاجتي ذك معامل تدوير وتشتغل اه اه طلع لك الأعلاف وحد طلع لك بلاستك وحد طلع لك أنواع الحديد وحد الزجاج وحد الزجاج وحد كلها عادة تدوير ليش مشتعلها هذه العالم ومنظرها مو حلو منظرها مو حلو اه زيان أرد اسألك على تطلع حاليا بعدين صحيح بخير الأمراض هاي هلقفو حبيبي زيان أرد اسألك مسألة انه المواطن انت من خلال عملك وعندك كابيس وكذا متعاون وياكم لو ما متعاون شلون ما متعاون المواطن هسا اشتغلنا لنا بشارع احنا وقفنا بالشارع مثل هسا اكو مكمن النفايات نقول بي 6 مترات 7 مترات احنا جاينا نشتغل عليه جاينا نشتغل عليه بصور صحيح واحنا واقفين حدود الساعة ساعة وربع شلناها ومشينا كاملنا سايد مالتنا رجعنا بالشارع الثاني اللي قناهم ذأبين ورانا مع العلم هم يعرفون بدوامنا اش وقت دوامنا الصباح احنا نمر عليك مثلا تعرفنا انت بيتك ومر عليك مثلا من السبعة لثمانية انتش ما تطلع لنفاياتك بهذا الوقت نعم ليش بورانا نحاتي المفروض يعني هسا انت طالب شغلكم براتبكم انت لا مايخالف بس المفروض اكو ساعة محددة تيجي بيها سيارة النفايات حتى ماكو مواطن يوم مايعرف الالية شوق تيجي مو سوى مرات تيجي الصباح مرات تيجي العصرية مو سوى الطب هاي الالية قتش كبرها والطب اديق هورين وهوسة بالشارع ودقاق مال حاويات ماكو واحد مايسمع ما معقول يعني انت ميت اي صحنا مصير اي انا سا عندي قرية هاي بالسبوع اجيها يوم مخصصة تصيري يوم بالسبوع اجيها اي والله هذي قهورين يعني شباب ورجال ونساء يطلعون مما يخلوهم بالسيارة نزح اجي خلينهم قواني وشغلهم رتب هاي قلية جميلة هم تنطوهم اكياس مال النفايات لم تنطوهم اكياس مع مول موجود اي ومعمل شغال بيعشر المية والله هو بالسوق هاي الشدة بألف بألف اي قد بيها بس احنا انا حاليا احكي لك انا عدنا اشتغل فترة ومتوقف حاليا متوقف اي 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 انا كموظف راتبك زين ما شاء المور والله نقول الحمد لله وشكرا الحمد لله وشكرا هو على وضعنا هذا ما يكفي ما يكفي ما يكفي بش يسوي احسن من ما يكفي صدق اكو يبيعون الكابسة يبيعوها هلذول هلذول دورون بشسمة لا لا ما يكفي حتى يقلبوا فد مكان قريب عليهم هلذول اللي يدورون بالجسمة انا قل لك اكو مثل انقاض بها تراب اكو محلات تجارية مثل مكان مستنقع مع المجاري تكرم هاي اللوريات يقلبونها اللي يذبل عليها تراب كل هالاليات هاي تابعة هاي موفقية وبشائر وبلدية الحي هذل كل هذل المناطق التلاثة كل ينذبن فهذا هو الموقع البديل هو هاي الموقع البديل كان هكو بين البشائر وبين الحي كان موقعنا فالغو سدو بشفل فتحونا هذا انا اشكرك جدا شكرا شكرا دايم دايم شكرا 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 حبيبي دايم دايم تشوف اصلاف يعني مشكلة طبعا هي مشكلة يعني المواطن مرات نقول جزء من المشكلة طبعا جزء لا ممرات يعني جزء كبير ليش لانه ما ديكون جزء من الحل اكو افد امور انه المواطن يثقف نفسه يثقف عائلته صراحة انه يكون اخلي حتى اذا ما متوفر لك حتى اذا البلدية مثلا ما وزعت اكياس هي شيء من قيمة الاكياس وعشر اكياس موجودة بالف دينار يعني تقدر تشتريك تكفي لك مال شهر زمان زيان اصداد هسا اريدك تنطي رسالة للمواطن العراقي اللي المفرضين تخب 18-12 شتقول له والله نوجه لهم رسالة انه نقول اول شيء انه المواطن من يريد ينتخب يحدد الشخصية المقبولة الشخصية العاملة الشخصية اللي الها تاريخ اللي الها ميدان بالعمل الها ميدان بالمجتمع الها وجود في المجتمع ممكن انه شنو ممكن تصلح بما انه هذا الموجود يعني هذا الواقع اللي موجود نقول انه اكو اولويات اكو امور بها شنو بها اولوية مثل ما اكو اولوية لتبليض اولوية للبنى التحتية اولوية لكذا لازم هاي المشاريع لازم تكون اولوية مئة بالمئة صراحة ليش لانه من جانب من جانب الاول من جانب الاول انه انه اذا احصل على مثلا استثمار اذا الدولة ما عدتها امكانية انه تبني معامل للتدوير ممكن انه يجي مستثمر هذا المستثمر اولا احنا راح نشغل ايادة عاملة يستفاد بدلا ما عدنا هنا الشباب هاي العاطلين معظم عاطلين اثنيا انه انا راح اوفر بيئة بيئة نظيفة بيئة خالية ثلاثة انه احنا هاي الثلاثة يعني نقول انه هاي النفايات اللي تاخذ فتحيز مكان في داخل منزلنا او في داخل الشوارع مالتنا راح تكون شوارع منازلنا كلية تكون شوارع نظيفة عرفت شون الانسان يرتاح لما يشوف هاك انا اشكرك جدا مشاهد الكرام في ختام هذا الجزء اريد اوجه رسالتي الثلاث جهات الاولى الدولة اللي هي الحكومة المفروض انه يكون لها دور كبير في متابعة هذا الموضوع اللي موجود ومستشري في كل محافظات المحافظات مو بس بواسط وادا شوفون السيارات مستمرة سيارات مستمرة روح ذب هاي الكابس يسموها شوف يجي روح يفرغ هنا وهكذا وتحترق وهكذا ومستمر العملية شوف عيني انت كمسؤول بالدولة اذا فعلا تريد حل تقدر تلقى حل تقدر بس اذا ما تريد تلقى حل هاي النتيجة من البداية من المناطق من تواجد السكان وين الموجودين المواطنين المستهلكين اللي هم معدهم نفايات اجي ارتب لهم موضوع النفايات هاي بلاستيك هاي خشب هاي حديد هاي فضلات اكل واسوي عقوبة اللي ما يلتزم بهذا الموضوع اخليه كاميرات متل الكاميرات اللي خلوها في بغداد بخصوص اللي ما يلبس الحزام الامان اللي يحكي بالتليفون كل هادا الطاقطق هسه اللي ان شنو تجي على الموبايل مالتك مباشرة بس يلك فوق تجي على الموبايل مالتك غرامة مالية تروح تدفعها لازم وين بالبلدية ونشط هذا الدور وشوفوا منو يذب زبالة بعد بشارع سلامه ورحمة الله وبركاته مواني ما خلي ستشة صحيحة حتى المواطن يمشي عليها وبالتالي فوضى نا فوضى نا فوضى نا فوضى نا فوضى ونظل نندبحظنا ونقول للبلد فشل وماكو منجز في حين الحقيقة مو هالشكل عدنا طاقات عدنا امكانيات عدنا رئيس وزراء دي يشتغل صاح وعدنا ناس بالدولة دي يشتغل صاح وعدنا موظفين شرفاء مو كلهم وخوش وادم لا معترامات عدنا سيئين دولة لازم نخلص من عدهم وبالتالي اللي ريت حل يلقى حل روح اطلع انتخب وانتخب الشريف والنزيه واللي يقدر يشتغل بشكل صحيح احنا الريت حلول كافي حلول ترقيعية نقطر السطر بعد هذا الفاصل اهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام في هذا جزء من حلقة برنامج ابشر ايضا مرشح اخر رح نتعرف عليه ونشوف ليش رشح نفسه الانتخابات مجالس المحافظات وش يقدر يسوي وحاليا هو ايش يشتغل واحنا موين قريبين بالضبط يعني مرحو ستب اهلا وسهلا حبيب الغاري الله يخليك عزك وحوظك ممكن تعرفنا منفسك انا بشار عزيز المشايخي مدير مركز صحيح حي الوحدة النموذجي في قطاع الحي حاصل على شهادة دبلون في صحة مجتمع مدير مركز صحة حي الوحدة حي الوحدة بالتالي هذا المركز شوي يصال فينا عنه هذا المركز صار سنتر مدينة الحي يقدم خدمات لأكثر من 27 ألف نسمة ضمن الحدود الرقعة الجغرافية المخصصة لهذا المركز يقدم كافة الخدمات للمواطنين وأهمها رعاية الأم والطفل كذلك رعاية كبار السن نقدم خدمات كافة لكل متسبيل حتى سونار موجودة أدنى بالمركز الصحي يعني كل الخدمات اللي يحتاجها المواطن موجودة في هذا المواطن سأنا سأل قال وليس كل الخدمات قبل ما نجي للقاء رحت دخلت على الأخوة وقلت لهم أكو سونار قال إيه فقط للحوامل فقط عما باقي يعني الأجهزة المفروضة اللي تخص الأشعة وما أشعة ماكو تعرف هذا الموضوع الأشعة خاص بالمستشفيات حصرا يعني المراكز الصحية تقديم خدمات لرعاية الحوامل ولكن أيضا قبل ما أسوي اللقاء إياك دخلت على أحد الغرف وشفت أكفة خريطة راسميها أنتو بكل ترتيب بالمناسبة مشاهد الكرام مو مجاملة المركز جدا نظيف جدا مرتب مصبوغ غرفة مرتبة لكل قاعدين مكاناتهم حسيت أكو شغل مرتب ونازلت راجع بشكل انسيابي ولا عاكم 24 منطقة على هذا المركز وقل لولي حي القدس بس حي القدس منطقة القدس بقد الحي تمام في عدد نسمات وبالتالي ضغط كبير على هذا المركز شون دا تقدر توفر اللقاحات تقدم خدمات المشكلة المشكلة نحن نقول لك تقديم كافة الخدمات أكيد يصير نقص نقص يصير بالخدمات بس هذا مدليل نحن المركز صحيح ما نقدم خدمات نحن الخدمات اللي نقدمها نقدمها على اللي نقدر عليه أصلا تقدر عليه أو على المواد الطبية اللي تجيك من الوزارة من الوزارة المخصصة أصلا تعرف الأدوية واللقاحات تخصص كنسبة نسبة عدد المراجعين اللي يراجعون كل نسبة هي موجودة لكل مركز صحي فنسبة عدد المراجعين اللي هي أكثر نحن كمركز صحي حي الوحدة نحصل 15% من تخصيصات القطاع الحي فنحن يعني قادرين أنه نقدم الخدمات الأبعد نقطة مخصصة بهذا المركز مثلا أنت قلت منطقة القدس منطقة القدس تعتبر هي من القرى الحية عدنا بقضاء الحي اللي مشمولة ضمن الرقعة الجغرافية المركزنا نحن داعما يعني كصحة ريفية عدنا ببرنامج ببرنامج الصحة الريفية هذا نحن نطلع نشكل فرق خاصة باللقاحات أدوية فرق جوالة بالضبط بالروح يعني شكل فريق تحصين صيدلية مختبر تعزي الصحة برامج كافة تروح الشكلة والروح لهاي القرية قرية القدس فعلا هي تعتبر من أكبر القرى الموجودة ضمن الرقعة الجغرافية ومركزنا طبعا ولي 23 وعشرين منطقة الأخرى يعني الكل نقطيها كل مناطقنا نقطيها بس ضمن ضمن قدراتنا ضمن آليات طبعا آليات وجدول تكون مستشفى هنا ايه مستشفى الشهيد فيروز موجود عدنا بقضاء الحي أهلي لا حكومي لا حكومي كل الخدمات كل الخدمات موجودة بس أكون نقص أكون نقص بعض القدمات مثلا آآ مشكلتنا إنه آآ أدنا مثلا جهاز الرنين جهاز الرنين موجود بس آآ قبل فترة عطل أدنا الجهاز السمر ما يقارب ثلاثة شهر إلى أربعة شهر الجهاز عاطل ولحدنا أنا أعطل لا الصلح حاليا الصلح صلح كم حالة يفحص باليوم يعني معدلا إنه ثلاثة يعني معدل عشر مراجعين يعني هاي طاقته هي طاقة يعني جهاز ما يشتغل بشكل صحيح إحنا أنا ما أقل لك يشتغل أما أشتغل صورة صحية ما أربع الضبط لأن مو من ضمن في مدينة الطيب مشاهد الكرام جهاز خمسين حالة يشتغل أعتقد للشفت المسائي أعتقد يعني حسب ما شفته بعين يعني وأكو فدعليات للعمل وأكو لازم يطفت جهاز حتى يعني يعني تعرفون هذا إلا ساعات معينة لازم يطفى ما يبقى يشتغل مستمر ضاعت شنو نواقص لعدكم أعتقد نحن بعض يعني بعض الأدوية خاصة المزمنة ما موجودة يعني متفرر صحيح هذا بالمركز حتى بالمستقر شنو يعني مثلا أدوية الضوط مثلا التينورمين الأتيكاند الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثلا السكري كلها يعني موجودة بس نسب قليلة المواطن من يعوضها المريض من يعوضها المشكلة أنه المواطن يضطر أنه يشتري من الصيدليات الخارجية غالية غالية أكيد أكيد غالية وهي معانا معانا والقزاز افتهمت ماكو المشكلة القزاز يعني أحنا كمركز صحي تعرف السيشفى والمركز أغلب الحالات التي تجينا يعني حوادثها فنحتاج القزاز القزاز ما يقارب سنة ما موجود لقاح القزاز سنة ماكو لا سلبي جدا يعني ما معقول أنه الحكومة ما قادر يتوفر هايش لقاح قدمتوك كتب رسمية طالبون أنه وغفرون نزودون بلقاح القزاز طلبها شهرية أحنا كل شهر أحنا تعرف أحنا كل شهر نسوي احتياج بالمواد اللي النقص صير عندنا فأحنا نسوي طلب بالاستمرار التوكسيد القزاز مشكلة لحد الآن مشكلة ما محلولة شوف أنت تقيم عملك أنت كمدير مركز صحي خلينا نقول من عشرة شقدت أنت نفسك ممكن أنه أطعاني كمدير يعني ثمانية من عشرة ثمانية من عشرة على أساس شنو على أساس أنه توفير الخدمة جاءت حلول يعني نحن تعرف السلبيات موجودة كل المؤسسات الدولة مو بس المؤسسات الصحية كل المؤسسات أنه عدتها مشاكل بس نحن أكثر مؤسسة نعاني من الخلل يعني بتماس باشر صحة المريض فالنسبة اللي قلت لك يا ثماني بني نحن كمركز صحي ونموذجي يعني ما يوم مواطن عدنا دخل أنه اشتكي اشتكي أو ضاج أو نسب قليلة هي أكيد أنه فتقديم الخدمات بصورة كل عالية عدنا بالمركز يعني انتبهت وشفت الوضعية يعني تعرف من تدخل الفد مكان يبين عندك من الوجوه من حركة المواطنين من تفاعلهم من قعدتهم الموظف نفسه اللي يلابس هاي الصدرية البيضة تشوفه شون ده يتحرك عصبي لو مو عصبي صوته عالي لو مو صوته عالي مبتسم لو ما مبتسم مفتخر بعمله لو لا واضح كله واضح مبين فسألت يعني مجموعة من الأخوة عرفوني فقلت لهم الوضع كذا هيش هيش فانطروني بعض المعلومات مشكورين طبعا شكرا لهم بالتالي إذا أنت تنطي نفسك ثمانية من عشرة في إدارة هذا المركز وتقديم الخدمات للمواطنين يش قدمت لانتخابات مجالس المحافظة نبقى هنا وقدم خدمة هنا تعرف أنت من تصعد في مجلس المحافظة تعتبر صاحب قرار يعني أنت المشكلة المشكلة مو خاصة بمركز الوحدة الصحية أو قضاء الحي أو مستشفى الحي أو قضاء الحي المشكلة عامة يعني تجي من أطراب من شمال واسود والجنوب واسود أكيد أنه من تصير صاحب قرار رح تقدم خدمة أكثر للمواطنين أنت رح تعرف المشاكل يعني مثلا حاليا عدنا المستشفى التركي متعطر ليش متعطر وهذا المستشفى التركي يعني قد رح يشيل لود من مركز مدينة الكوت مثلا شي ثاني عدنا مثلا المركز التخصصي للأسنان موجود بس حصرا في مركز واسط مركز الكوت بينما نحتاج مركز تخصصي وين شمال واسط ومركز تخصصي في جنوب واسط حيث أني نحتاجهم فإذا عاني أقدم خدمة داخل المركز فأكون عامل محصور داخل مؤسسة الصحية فما لي صوت أن يكون معبر عن المشاكل في كل المحافظة هي مشكلة كاملة هي في كل المحافظة ومشاكل المحافظة أكيد إنه إذا الله وفقنا وصلنا بعضو أعضاء مجلس محافظة إنه رحا نقدم خدمة الناس عن طريق عن مستوى أعلى من هذا المستوى الموجود طبعا نحن نتمنى لك التوفيق إن شاء الله وتقدم خدمة حقيقية وتبحث وتشوف شنو الأدوية اللي هي يحتاجها المواطنين وإحنا عندنا كم كبير من الأمراض صورناها قصص مؤلمة لعوائل عراقية يعني حكايات حقيقة تدمي القلب بالتالي إن شاء الله ربي تتوفق في بديت بحملتك الانتخابية طبعا والله أول شي بنزلنا للشارع باعتباراني بن مدينة الحي وبن ناحية البشار حصرا يعني فنزلت بين أخواننا وهنم إنه حملت الحمل الانتخابي إنه أنا راح أركز من أولى أولياتي أولى الأوليات بعملي إن شاء الله ذا وفقني إنه أنا أركز على الجانب الصحي يعني الواقع الصحي صراحة ما أقل لك مزري بس نحن ضعيف مو بالمستوى المطلوب الموجود وهذا وهذا اللي شفناه طبعا مو بعد 2003 الواقع الصحي بالتسعينات هو بدي يتراجع نهار من التسعينات ولا حد هذا اليوم هذا اللي خلاني نحن نقدم أنفسنا كمرشحين لعضوية مجلس محافظة فنزلت قلت لك للشارع أنه لازم نقدم خدمة عن طريق مجال عمل ومجال عملك هو الواقع الصحي يعتبر أساس بهيش أعمل تقدرون يعني أيضا من خلال عملكم أنه تلقون حلول لهذه الأسعار الغالية بالنسبة للأدوية وبين صيدلية وصيدلية وصيدلية وكل صيدلية تبيع الدو بسعر معين وهذا من شركة وهذا من مفحوصة الشركة وهذا من مفحوصة الشركة وبالتالي يوجد فوضة بالأدوية يعني أسعار الأدوية مثل ما قلت أنه أكو صيدلية تبيع بسعر والصيدلية الثانية بسعر وأكو برنامج خاص بقسم التفتيش المفروض هو يفعل يفعل هذا البرنامج أنه أكو تسعير خاصة بالأدوية خاصة مراقبة على الأدوية الغير مفحوصة لأنها تضر بها المواطن بدل ما تفيد بها المواطن فموضوع التفتيش كل راح أركز علي شخصيا أنه موضوع التفتيش على الصادليات والمستشفيات الأهلية حصرا يعني لأن المواطن صراحة المواطن قاعد يعاني من غلاء الأسعار خاصة الصادليات أهد منها لك كل التوفيق ساد إن شاء الله نشوفك عظمج محافظة واسط أو تخدم مدينتك اللي تربيت بيها واللي يعني إن شاء الله ربي قدم عطاء كبير إلها إن شاء الله التوفيق لكل الجميع يعني للجميع إن شاء الله وهذا أمننا بأهلنا وأخواننا أنه يكونون مواطن تسلسل كشقد ورقم القائمة ضمن القائمة تبشري عراق تسلسل القائمة أو رقم القائمة 143 آني تسلسل 14 شكرا جزيلا مشاهد الكرام أكيد الواقع الصحي يعني الجميع يعرف شدي يصير به نتمنى لكل التوفيق تظرونا بعد هذا الفاصل أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء من برنامج أبشر من على شاشة الأيام المباركة طبعا أكو شخصية أيضا مهمة جدا باعتبار أنه إحنا ناقشنا موضوع وزارة التربية والمعلم وهيبة المعلم ونواقص الموجودة بالمدرسة وكيف يكون المفروض المدير وعلاقة الطلاب بالمعلم أو المدرس احتياجات المدرس الكثير الكثير من النقاط اليوم عندنا مشرف تربوي فتعرفون بعض مشرف تربوي وأكيد هذا المشرف التربوي عند خزين معرفي كبير وحلول ومقترحات هو أيضا مرشح إلى انتخابات مجلس معافظات فتفضل يمي صاد مرحبا شوانك سعاد يا مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا عرفنا بنفسك أول محدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآل بيتي طيبين الطاهري أهلا وسهلا بيكم اليوم في مدينة الحي مدينة سعيد بن جبير مرحبا وكل خطوة ألفها لبيكم كيف رقم تسلسل لك والقائمة رقم رقم 143 تسلسل 22 قائمة أبشري أعراق نشرب بيك قبل ما نبدي حوار منطقتكم شو دا أشوف بيها ها دي سوون أرصف نعم وهذا أنت تسويها لا أخو أمور المحافظ اشتغول قبل الانتقابات لو هو يعني لا لا هو نعم 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 أكو حركة خلي صامت ولا زحماني حركة عمران أنه للشوارع يبدو أنه رح يبلطوها بشكل جيد وكذلك شوية سؤال فينا عن هذا الموضوع بالنسبة للمناطق قضاء الحي قضاء الحي رسدولها مبالا كثيرة من قبل محافظة واسط ويا المشارج جاي يدخل حوالك ويا مشاريع ومشروع لشركة الابتهاج جاي تشتغل في صب والشوارع والمجاري وكل ممتاز ممتاز وانت كمواطن مو كمشرف تربوي كمواطن وابن المنطقة تعتبرها هاي قبل الانتخابات لو هو لأن جواقتها انه ديشتغل جواقتها حسب الموازنة وحسب الصرف نعم 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 الان انت مشرف تربوي واقفين يا مدرسة بس ما نقدر نعم ندخل داخل المدرسة لأن حسب قرارات المفوضية واحنا نحترهم القوانين نعم اوكي دايش سير بالمدارس والله بالنسبة للمدارس المدارس بالنسبة لعمل مجري من كافة الجوانب اول عمل الملاقات التربوية قلت الاختصاصات هاي اول وحدة لأن اقتصاصات عندنا قليلة بالنسبة للملاقات التربوية التدريسية والتعليمية قلت الاختصاصات نعم وهاي الشباب اللي طلعت الظاهرة ومن اقتصاصات مختلفة وعينوهم كمحاضرين ومشتل الأمور وعقود وصرفولهم رواتب تمام نعم ليش مدل يستثمروهم صح نعم لستثمروهم إن اقتصاصاتنا مفقودة مثل الحياء الكيميا الانجليز لهس احنا الابتدائية نستمر للقاطع التربوي انجليز والرياضيات قليلة يعني ملاكات الانجليزي قليلة احنا هس تتونا خلصنا لجنة التسوية وما استديني شواغر المدارس وهذه مشكلة مو بس كبيرة كارثة اي والله مدارس في الثاني عداد كثيرة عداد كثيرة كن عداد كثيرة المدار تنامين مدارس قليلة وكل مدرسة بها ستمية وخمسمية مدارس مزدوجة صباحي ومسائي وظهري مدارس يعني كلش قليلة البنينة التحدية ما المدارس كلش عدادها قليلة والتالي انتو اشراف تربوي عليكم مهمة كبيرة عليكم مسئولية كبيرة عليكم المفضوذ تخططون وتسمون قرارات صحيحة حتى الطالب بالاخير يستفاد من يطوب للمدرسة ويداوم من الصباح طالع من بيتهم ويوصل للمدرسة وربما بيتها بعيد عن المدرسة يمشي اكثر من كيلو متر والتالي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يروح ما يلقى مدرس او ما يلقى معلم يقولوا لشاغر يلقوا للساحة لو يلعبون احنا المدير المدرسة المدير المدرسة عنده ملاكات وهي الملاكات قليلة بالنسبة احنا اشتغلنا بالتسوية لا تكن الملاكات اختصاصات لا تكفي احنا سجلنا هاي العقود وهي المعلمين الجدد بس لكن لا تكفي لأن اقلبتها سب المدينة وبالنسبة المدارس الريف بعيدة وسيلة النقل يعني صعبة تلاميذ عداته هواية مدارس قليلة بنايات قليلة حل شنو الحل؟ الحل احنا كتبنا الوزارة ورفعنا مذكرات مذكرات الاشراب فلاش كتبتوا بالمذكرة مذكرات اننا مناطقنا مثل قضائل احنا محتاجة ببناية محتاجة اختصاص محتاجة احنا وجهات وعلينا نرفعها ولحد الان ماقشها لحد الان اكي الاجابة ما تجي في نجابة لا ماقش اجابة هاي هاي بذمة منو بناء المدارس المحافظة لو وزارة التربية لو منو بالنسبة لبناءة المدارس اكون حلوس تجي اموال اموال تقصيص اموال للتربية اموال البلدية اموال المالية اموال هواية امور تجي مدارس السنة احنا جتنا الشركة الصينية احنا بنات من العام وسنة خمس سنوات خمس سنوات للشركة الصينية امو مدارس ها ست جاي نبني بس ما تكفي لانا اعداد كثير والحال الحال إحنا جاي نكتب لوزارة كل مرة نكتب لوزارة بالنسبة للتقطيط للامنية المدرسية يقول احنا ما حدنا موازنة تكفي للمدارس احنا عدنا هذا المملك يكفي للمدارس اثنين اثلاثة وحنا بحاجة شوف تضخم سكاني مشاكل عائلية كثرة اعداد التلاميذ ما نقدر احنا انسوي وشوف هاي المدارس هاي مدرسة كل مدرسة خمسمية واربعمية ومدرس خاصة مدارس البنات مدارس احنا بناتنا دون بعيد هسا تمشي مسافة واجر سيارات وماجر تكتك بحيث انه كل مدرسة خمسمية اربعمية وجاي نحاول نسوي نشطر بها مدلح وشي الثاني نشطرها اقتصاصات ما انجليزي لا عدنا كيميا احياء لا عدنا فيزياء لا عدنا سببها شنو هذا سببها شنو هذا تلكؤات هاي المستمرها عدم التخطيط سوء التخطيط سوء التخطيط اقول اقل تخطيط يعني قبلهم ليش يقبلون رياضة ليش قبلون الفني ليش ما اقبل كيميا ليش ما اقبل فيزياء ليش ما اقبل احياء ليش انا اقبل بس اقتصاصات هاي الفنية والرياض ايه والله مشكلة انت قررت انه ترشح لمجارس المحافظات قررت انها اطمح رشح شوف عندنا مكانات واكو ناس مو اهلها بالمناصب مو صاحبين المسئولية شوف قررنا انه ندخل المشروع السياسي انحقق اعمال الناس لنقدر عليه نحقق ان شاء الله احنا بجهودنا ان شاء الله واحد ربما يسهل يقول اذا انت انت كمشرف تربوي ما قدرت تسوي شي دزون كتب للوزارة وماكو شي مجلس محافظة اش راح تسوي ان شاء الله راح ان شاء الله هال مجلس محافظة جديد ان شاء الله اذا الله وفقنا ان شاء الله الناقش هاي الامور بمهنية بمهنية اليوم الانسان يكون مهني في عمله يقيسها بحية انحقق هدفنا انه انحقق مدارسنا انحقق الاقتصاص المرغوب بها انحقق البنية التحتية مع المدارس شطر المدارس وحققها انت تبحث عن مماصب لا مماصب لا احنا نحقق انه هن ابنائنا اولادنا اطفالنا نحقق وبناية نحقق له صف نحقق له صبورة راح لقود علي نعم وهاي من تحقق له انت صف وصبورة ورح لقود عليها او كتاب او كذا يعني تعتبر هذا منجز مثلا لو هذا من واجبات الدولة انه توفر هاي الامور لطالبتنا نعزا نعم هاي واجباتنا وواجبات الدولة هو هذا التلميدي يليد لرحلة وليد لصبورة وليد لمعلمة درسة من واجباتنا بس احنا بدورنا نكتب ونتابع نحقق هدفنا يصير هذا المنظر موجود يا من المدرسة؟ لا ما يصير نعم نعم هذا ما يصير هاي تقافة صارت عدنا بكل الارضة؟ لا مع الاسف احنا من العسف لاكم عدم وجود لجان متابع البلدية اللي هو السبب هذا لا ما يصير لان هاي وكثرة لا تنسى كثرة الدوامات احنا دوام تول صباح البنات وهذا جهة ظهري ذكور وشوف هاي المعانات مزين هسا مو اكو هاي العربانة هاي الحديد تمام لو متمام شي سموها هاي؟ هاي حاوية حاوية تمام؟ ليش ما يخلوها بطنها؟ هاي انا اقل لك المجتمع شوية ما متحضر لو المجتمع متحضر تأيوب الحاوية ويخليها شي سوى اذا هو يجيبها من البيت ويذيبها هنا هاي حاوية حضروها البلدية حاوية بس يسوا ولا حاول ولا قوة الله انا اشكرك جدا ان نتمنى لك التوفيق مرحب وانا سليم طموحة انهم زورون الناس تبعون الناس خلي الاعلام يوصل يشوف ان العالم احنا صحيح عندنا دولة متحضرة لكن اليد العاملة نظيفة ما موجودة والله اليوم الانسان لا اكو اكو ايدي عاملة نظيفة موجودة لا لا اعذر انسان اكو عندنا ناس نظيفين بالتعامل شرفاء لكن الفاسدين هم اللي دي عرقلون عملهم ومو بس يجي دي خلوهم ينزوون لو يحاربوهم في شغلهم لو يعاقبوهم لو اذا موظف نزيه ينقلوه لغير مكان حتى بكيف المدير يبوق شفناها لهذا نعم موجودة احنا نشكركم على هذا تعوي واهلا وسهلا اشكريك نطمح انه نكون في احسن المكانات حق حدفنا وناسنا وجهود مباركة وشيف تواقع حال البنية التحتية شيف تواقع حال المداري اسمها المنطقة؟ حي شهداء مال حي شهداء نعم اي نعم حي شهداء اهلا وسهلا اذا مشاهد الكرام مثل ما شفتو طبعا انا بس اطرحت هذه الاسئلة على استاذ نديم نعم بغيت مو أحرجة يشهد الله لا بس اريد اشوفها شيريد يقول وحقيقة هي نفس الاجوبة المتوقعة انا توقعت راح يجاوب بها شكلها لكن شكري وتقديري للمحافظ لكل الاشخاص اللي يشتغلون يحاولون انه يعمرون يسوون ارصفة وهي مو مسألة انه قربة الانتخابات فيسوون ارصفة لا وانما فعلا هي جدت فلوس وكذا واستخدموها واستثمروها لما يصير استثمار ويصير عمل حقيقي ويصير تفاني ويصير انتماء حقيقي يصير شغل يصير ارصفة يصير تابليط يصير بس ارجوكم يا مواطنين العزاء هاي المناظر خلينا نغادرها يعني هذا المنظر حقيقة كلش فشلة خليه بالحاوية خليه بالحاوية ما تكفي يجيبوا حاوية ثانية يروحوا للبلدية مروا على الاستاذ النديم قلوا لي يا ابا فتحاوية من خلال علاقاتك فجي يجيبوا لكم حاوية خلوكم اياها رتبوها هنا حتى منتجي سيارة الكابي زد ان شاء كافي هاي المناظر عايشة ويانا هاي المناظر ما يصير ما يصير هو دول وين الا بالغرامات وبالفلوس وبالمدرش ويلا واحد يلتزم يلا انتظرونا بعد هذا الفاصل اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام احنا الان في جزئنا الاخير من هذه الحلقة من برنامج ابشر في منطقة الاحرار تحديدة منطقة المزاق تعرف على شخصية مرشح لانتخابات مجالس المحافظات رد نعرف ليش رشح شنو طموحها شير يدي يسوي شير يدي يحقق من خلال وجودها كعضو مجلس محافظات واصل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهل وسهل ومرحبا بكم بين اهلكم وناسكم الله يحفظك بقضاء الاحرار منطقة المزاق حللتم اهلين نزلتم سهلين بين اهلكم وناسكم ومحبينكم حياكم الله الله يحفظك ابتداء مجالس محافظات هي اول مرة لذا كتعرف نفسك لسادة المشاهدين أنا السيد عباس السيد هاشيم السيد محمد الزاملي طبعا الزاملي أنا من تسلسلي تسعة قائمتنا تحالف بشريعة عراق رقم القائمة مئة وثلاثة واربعين نعم أنا الصدية لتل هاي المهمة طبعا أنا احتبرها مهمة يعني بنظري مهمة جسيمة حتى عنقل معاناة اهلي وناسي ومنطغتي وهو طبعا اللي يوصل لمجلس محافظة واسط وان شاء الله يكون هذا الموضوع من نصيبنا انه نرفع الحيف والظلم اللي اصاب منطقة المزاق ومنطقة الاحرار بس اللي يوصل هو يكون ممثل عن واسط وان شاء الله اذا وصلنا واذا الله وفقنا لهذه المهمة احنا راح نمثل واسط بس آني ابتداء ابن واسط اولا وثانيا ابن الاحرار ابن هذا القضاء وابن منطقة المزاق منطقة المزاق هي منطقة زراعية بحتة عانت ما عانت من التهميش من نقص الخدمات من انبعاثات الغازات المنبعثة من حقل الأحدة بالصيني وطبعا هاي سببت امرات جلدية امرات تنفسية كثيرة وهاي ثفتت بالتقارير وثفتت بتقارير البيئة وانا حقل الأحدة بالصيني يبعد عن منطقتنا 4 كيلوات بالضبط اذا ردنا تتحب حضرتك احتيلك على قضاء الاحرار وبعدين ارجع كم بيت هنا موجود بالنسبة للمزاق المزاق نفوسها 23 ألف نسمة الضم 17 قرية بيها 11 ألف ناخب المزاق بيها مدارس ما يقارب 17 مدرسة او اكثر من هذا هذا العدد يعتبر جيد لو قليل جيد جدا وهي في يوم من العيام انشطرت ناحية بس صادفت العمور داعش والتخصيصات المالية منحة من مجلس النواب زاعدا ما اقرت في مجلس النواب فلذلك رجعت وحدة من قصبات قضاء الاحرار وهي الآن أيضا في طور الانشطار نعم بالتخصيصات المالية على سنة الالفين واربعة وعشرين والمزاق بالنسبة له هو منطقة مثل ما حجيت لحضرتك ومنطقة زراعية بحتة اسقروا بالمايكروز منطقة زراعية بحتة بيها مركز صحي بيها الدائرة الوحيدة بداخل المزاق هو مركز صحي المزاق بيها مدارس 17 مدرسة أو يزيد عن هذا الحجي بيها 2 إلى 3 للواقع الزراع ماذا تزرعون؟ هو منطقة زراعية هو حنطة وشعير حسب الخطة بس اليوم العراق بصورة عامة عاني من شحة مياه فلذلك لا الواقع الزراعي متردي جدا نعاني من نقص حاد جدا بالخدمات الزراعية اللي هي الأسمدة الكيميائوية البذور والأعلى من هذا كله هي الشحة الشديدة للمياه نعم وأنت تعرف حضرتك أنا ما أريد أبعد أكثر من هذا تعرف اليوم سيد عليسو بتركيا وشنه اللي نعاني إحنا من عنده فلذلك الزراعة كانت تكون معدومة بالكامل هذا البذيل هو من اسمه بذيل هذا البذيل يطلع في وقتها هذا البذيل الدولة عدت مبازل تصدر تصدر منها المياه الملحية اللي بجوف الأرض لأنه نعاني شحة مياه هاي اللي يطلع من جوف الأرض وبنسبة مع الملوحة نشفطها بالمضاخات ونصاعدها وإلا مياه من صدر دجل فقط للإسالات المياه فقط يعني بالآن الخطة الزراعية متوقفة تماما لأنه تعرف اليوم البلد يكون نقص حاد بالأمطار وهي بيد الله سبحانه وتعالى وبالنسبة أنت تعرف هاي موضوع عالمي اليوم شحة المياه تركيا تغير المناه لا وتركيا أنشأت سيد عليسو وهذا حضرتك سدود ومجموعة السدود هي وزاعدها حلولكم شنو حلولكم باعتوارك التقطير وهي ناجحة جدا لكن تتعرف جانا دولة رئيس الوزراء بموسم الصيف وهذا ما أسعف الوقت تعرف هاي المصارف لازم يتمون ولازم إحنا يعني تستوردنا الدولة والمصارف يتمون مو وهذا يراد وقت فبعض الناس قدمت واستلمت والبعض الآخر جاء ينتظر وتعرف اليوم الموسم على أبواب وصار عشرة أيام بدأ الموسم الحمد لله والشكر على الله قادر وأعرف اليوم ما نزل عدنا ولا ريه غيث من السماء ولا احنا تعرف أكو شيحة مياه بالجزمة احنا اليوم وأنا أحتيها بملء الفهم وخل اللي يسمع واللي يشوف يعتبر مشروع الدلمتش هين ثلاث مشاريع الدلمتش حتى يكون واضح حضرت وعد الساد المشاهدين الدلمتش هن ثلاث مشاريع المزاق والحسينية أسماء وحوار ذني يعتبر سلة خبز العراق ذني ثلاث مشاريع ذني مشاريع مستصلحة أي مستصلحة معد من قبل الدولة مبازل حقلية معد مزار نموذجية اليوم سلة خبز العراق تعان التهميش من كل النواحي نقص حاد بالمياه زاعد النقص حاد بالخدمات اللي هي العسمة الكيميائوية وعلى نوعيها السوبر فوسفات وال احنا نسمي معيارنا نسمي الكيميائو والأملح بالدارج زاعدا نقص بالبذور زاعدا نقص بالأدوية أدوية اللي تكافح الزراعة شنو بداء لكم يعني ما عدنا بجاوية وكل مفصل مهم شنو بداء لكم احنا بالنسبة انه اليوم شنقول نقول احنا اذا وصل من ابناء الدلمج هذه المشاريع الاتلاثة وابناء القضاء وابناء المزاق اللي يوصل راح يوصل هاي المعانات وراح يكون صوت صادح في مجلس محافظة واسط وراح يسلط الاضواء على هاي الشريحة المهمة جدا وتعرف اليوم العالم وهاي الحرب في اوكرانيا وهاي اليوم الحرب الاقتصادية انت تعرف العراق بالذات العصر اللي يتوكع عليها هي مشروع الدلمج اللي هن المشاريع اللي عديت ان الحضر تكثلاته اليوم يعانى التهميش وتهميش قاسي فاللي احنا عاني وحدة من اولوياتي ووحدة من مهماتي المهمة الاولى هي انه واحد من انواع اللي خلاني اصدل هاي المهمة هاي الشريحة اللي تعاني زاعدا احنا نعاني تهميش التربوي نقص بالمدارس نقص حاد ما عدنا كلها انبادت الدكتور حج كلها انبادت انبادت ما ما كو هي حتى الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شي انحي اذا ما كو ما شنو الظل ثروة سمكية ظل ثروة حيوانية شنو اللي يظل هشوف ارض جردة امام حضرتك ما كو وانحنا هذا الحج في صدر المزاق زين ما يخالف متر هم يعني تصير احواض على دجلة احواض وتترتب بشكل صحيح واكو من يكاثر ويرتب والاتفاق والجهات المعنية دجلة مو قريبة علينا احنا احنا احواض ما بيش كله السمك هسا هنا هنا كله السمك هسا يبيع الحوض يبيع بسبعة وربع ليش بسبعة او يوصلك بعشرة ليش ليش يوصلك هاذا دجلة هاذا مو الغراف يمنا هاي دجلة مو الغراف دجلة هاي ليش الغراف دجلة الام اي ميخالي اي هسا الغراف همشي بي شفنا الغراف اللي عبرت علي بس احنا دجلة هاي يصلح انه احواض مال السمك كله احواض حج كله احواض اي بالتالي ليش ليش هذا الاستغلال غير المفروض اكو يصير في السيطرة الفقير من يعني يريد يأكل له سمك يأكل لحم تمام لهم تمام يعني يبقى هاي مظلوم بهالش كله هذا اه وساد انت حضرتك نوهت لقضية مهمة جدا اهنا عدنا اللي يريد ينشئ حقول دواجن ممنوع منع الباتل ليش يقول لك هاي عرض مستصلحة وممنوع تنشئ عليها حقول دواجن تجي هنا مثلا تقول لعني عريدة سوي اخفاص مثلا على سبيل المثال اذا المزاق هو المزاق انت حضرتك عبرت علي وشفته فارغ تماما مو مشغلين نص مترية مع المي تغذ اصالات المي اللي هنه سبع ثمانية والباقي كل نواقفات لانه المزاق فارغ تنزل سيارتك حضرتك اصطح بكان بسيارتي وتنزل سيارتنا ونوصل للاقصى المزاق هذا المزاق للأسف للأسف الشديد واعتها بملء الفم المزاق وحوار والحسينية ذن المشاريع الثلاثة واللي ينحسب سلة خبز العراق من الحكومة المحلية يعانا الأقصاء وتهميش من قاطع النظير زين هاي بالنسبة للزراعة للزراعة بالنسبة لأمور العشائرية فانده اشوفه نصور اقتراحت عليه لنصور بالمضيف لكن سيدي المخرج قال لا هنا حتى نكون قريبين من الواقع اكثر بالتالي يبدو انت مهتم جدا بالأمور العشائرية شنو دورك وشنو وضع العشائر هنا بهذه المنطقة والمشاكل شون تنحل ما اعرف يعني واسط بما انه مرشح عن مجلس محافظة واسط عن واسط واسط حضر تكشفتها واسط منطقة زراعية منطقة تحتها الجارة والجمهورية الاسلامية من جهة الشر واسط منطقة عشائرية منطقة عشائرية يتالي بها مشاكل بالعكس واسط من احسن وافضل مع جل الاحترام لكل محافظاتنا محافظاتنا كلها محافظات عشائرية ملتزمة واسط من افضل من احسن المحافظات بالنسبة للعرف العشائري وبالعكس ما بها مشاكل طبعا كل عائلة هي بها مشاكل مو محافظة ولكن اهلها روادها سعادتها اجاويدها شيوخها اي يرعبون اي صدع يكون موجود ويكون حاضرين بكل صغيرة وكبيرة فلذلك تشوف واسط هي من الافضل من الاحسن مع جل احترام لباقي المحافظات وجل احترام للقبائل وللعشائر وكل المسميات واسط هنا هرمها ومسماها هي قبائل ربيعة وتتمثل قبائل ربيعة السنتر هنا وقصر الامارة هنا هي امارة ربيعة من جهة الجنوب مياح هاي واحد من الربع من ربيعة من عذر المقاطعة شيخنا بالنسبة للموضوع اليوم انتشار المخدرات في حموم العراق وخصوصا في المحافظات الجنوبية هنا بواسط هكو مخدرات بانتشرة واسط ما اخفيك واسط منطقة حدودية واسط منطقة حدودية وتعرف يعني المنطقة الحدودية ولكن انا احتيها وانا مطمئن رجالنا رجال الامين قيادة شرقة واسط الامن الوطني الاستخبارات المخابرات كل مفاصل الامنية والله العلي العظيم هم العين الساهرة وهم اخوتنا وهم احنا نايمين هم ساهرين على راحتنا وهم متربصين بل مثل الاسد يعني من ينامون حتى من ينامون عيني بفتحه وعيني بغمضة احتيها عاني بالدارج عين ساهرة ويد من حديد ممتاز والله زين بكلمة اخيرة ماذا تقول المواطن العراقي اللي المفروض ينتخب يوم 18-12 مجالس محافظات مجالس خدمية هي على تماس مباشر مع المواطن العراقي تماما عكس مجلس النواب هي اولا انت تعرف النظام العراقي النظام الحكم العراقي هو نظام برلماني مو بما انه مجالس المحافظات تختلف عن مجالس النواب مجالس النواب اللي يصير عضو مجلس نواب يروح للعاصمة بغداد حتى هناك يسن انه قانون وراقب عمل الحكوم وعمل وزارات اما مجالس المحافظات فاعكسها تماما مجالس المحافظات هي مجالس خدمية اي هم تشريع ورقاب اي علي من على المحافظ بلي بس انا اوصل لحضرتك بس اسمح لي ايه وتشريع يتشرع قوانين المحافظة بلي انا جايك بالحديث احنا من قلنا مجالس خدمية المجالس الخدمية فنصيحتك للناخب العراقي شد قوليه انا جاي حتى اوفر القضية المجالس المحافظات اي انا ادعي كل الشعب العراقي اللي يسمعني واللي يشوفني المفروض هذا يكون عرس عرس انتخابي المفروض كل العراقيين يطلعون يختارون صفوة والصفوة وزبدة من الرجال والنساء اللي راح يمثلونهم حتى يمثلون بخير تمثيل راح يراقبون عمل الحكومة التنفيذية على سبيل المثال في محافظة واسط ويشرعونهم القوانين اللي اتمس حياتهم اليومية واللي تحميهم واللي اتقيهم من التهميش ومن الحرمان اللي ما يريد يروح للانتخابات باتشير وبعد باتشير وبعد اربح تشهر وبعد خمس تشهر لا يرجعوا يلعن بالحكومة المحلية ويقول كذا وكذا وكذا لا انت تريد تروح تغير خلص الدولة قررت لك يوم 18-12 ومفوضية الانتخابات قالت لك تعال روح غير واختار الاصلح والمرجعية تقول لك اختار الاصلح وواجبك وتكليفك الشرعي والاخلاق والديني يقول لك روح غير واختار الاصلح خلص روح ادلب صوتك ما حدي يضايقك شوف منه الاصلح اللي يمتلك سواء كان رجل او مرأة روح اختار الاصلح خليه مثلك وحتى انت تكون مطمئن وتقول والله انا يا با اختاريت الاصلح هذا راح يمثلني وهذا راح يحميني وهذا راح يرجع لحقوق المسلوبة وراح يرفع الحيف الظلم عني حياكم الله واهلا وسهلا ومرحبا بيكم وانتم جئتوا وبين ناسكم وبين أهلكم الله يحفظك وان شاء الله احنا شعارنا قائمتنا اسمها بشرياء عراق والله ان شاء الله راح نكون بمستوى العنوان وبمستوى الشعار اللي راه في عينه يبشر العراق ويبشرون اهل العراق وراح نكون لهم عون وسند وصوص صادح في كل المحافل جزيلا اتمنى لك اهلا وسألنا مرحبا اذا مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة من برنابج ابشر اه مثل ما شفتوا انتقلنا اه لأكثر من منطقة واكثر من مرشح وكل شخص الى دورة واختصاصة وهمومة ومقترحاته ويعني امالة في تحقيقها من اجل اه تغيير واقع حقيقة اه ما ريد اقول مزري ولكن واقع مؤلم يعيش المواطن العراقي وفي كل المحافلات العراقية مع الاسف نتمنى من خلال هذه الانتخابات يوم 18-12 تكون بادرة تخير وبارقة امل من اجل انه يصير تغيير حقيقي بالوجوه واختيار وجوه جديدة تعرف اشوان تقرر وتعرف اشوان تصوت وتعرف اشوك ترفع ايدها منتمية لتراب الوطن تفكر بالارض اللي محتاجة للمي محتاجة للمبيدات محتاجة لكل الاشياء اللي تجعل من هواحات خضراء مو جرداء وعلى كل المستويات مو بس الزراعة الصناعة التجارة الاستثمار التربية الصحة كل شي انتظرونا في حلقات اخرى من برنامج ابشر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة